هذا وقال ناشطون سياسينا في تعز إن إخفاء السياسي محمد قحطان من قبل العصابة الحوثية جريمة بحق الحياة السياسية في البلاد وطالبوا الحكومة والمجلس الرئاسي والأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين بالإفراج عن قحطان ووضع حد لجرائم الاختطاف التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين اليوم من تعز من هنا مساحة الحرية نطالب بالإفراج عن الأستاذ محمد قحطان الذي تم أسره منذ عشر سنوات وهو في غياهب السقون الميليشيا الحوثية التي اعتقلته وهو في منزله ليس له لا يحمل السياح وإنما يحمل السلام والحوار ورقل السلام وعنوان الحرية في هذا البلد اليوم نطالب بالإفراج عن الأستاذ محمد قحطان ونطالب العالم ومنظمة حقوق الإنسان ونطالب الأمم المتحدة أن تفرق عن الأستاذ محمد قحطان رقل السلام ورقل الحرية في بلد الإيمان اليوم طلبنا واضح إلى متى سيبقى الأستاذ محمد قحطان في سقون ميليشيا الحوثية وقد تم الإفراج عن المئات والآلاف من الأسراء ولا زال الأستاذ محمد قحطان في سقون ميليشيا الحوثية نناشد قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على أن يحلحلوا هذا الموضوع ويخرجوا القضية هذه إلى الضوء لأن الغياب القسري للأستاذ محمد قحطان يشكل معضلة وهو بوابة للسلم ولحل القضايا العالقة المتعلقة للمشاكل العالقة منذ 2014 وحتى هذه اللحظة